بمشاركة ممثل الإدارات المعنية بحقوق الإنسان في الدول العربية انطلقت فعليات أعمال الدورة الرابعة والخمسين لللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان اللجنة الأم في منظومة حقوق الإنسان بمقر الجامعة العربية اليوم هو اجتماع اللجنة العربية الدائمة الاجتماع العادي وطرح أكثر من عشرة مواضيع وكلها ذات أهمية ولكن تم التركيز على موضوع الانتهاك الإسرائيلي لغزة والإبادة الجماعية ومطالبة جميع الممثلين الدول بوقف هذا الانتهاك تناقش اللجنة على مدى ثلاثة أيام التصدي للانتهاكات الإسرائيلية والممارسات العنصرية في الأراضي العربية المحتلة اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان هي اللجنة الأم في منظومة العمل العربي المعنية بحقوق الإنسان فبالتالي اللجنة معنية بالأساس ببحث التصدي للانتهاكات الإسرائيلية وجرائم إسرائيل لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة ليس فقط في غزة ولكن في الضفة الغربية وكذلك في القدس الشرقية المحتلة إلى جانب موضوع الجفامين الأسر والمفقودين والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال أو ما يعرف بمقابر الأرقام بالتالي هناك عمل على مدار الساعة تقوم بهذه اللجنة لتوصيل جرائم الحرب الإسرائيلية والعمل على تقديم ملفات وعرضها على الجهات المعنية في الجماعة العربية خاصة وزراء الخارجية العرب للاستفادة به في تحركهم على الساحة الدولية سيتم مناقشة الخطة التنفيذية لإستراتيجية العربية لحقوق الإنسان ومقترح مملكة البحرين حول تنفيذ ما ورد في مخرجات القمة العربية الأخيرة في البحرين حول ضمان الحق في الصحة والتعليم خلال النزاعات المسلحة يأتي هذا الاجتماع في إطار تفعيل آليات العمل العربي المشترك للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في ظل انتهكات الإسرائيلية المستمرة من داخل أرواحة الجماعة العربية موندر أبو دوح أني للأخبار